الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد للمبعوث رحمة للعالمين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين مر شهر رمضان وأتى شهر شوال خرجنا من مركز التدريب الإجباري إلى مركز التدريب الإجباري خرجنا من الاختبار إلى النتيجة لأن صوم رمضان فرض وصوم ستة أيام من شوال مستحب يرى ماذا استفاد العبد من صيام الفرض هل امتلأ قلبه بالتقوى فأتى من باب المحبة أم يبتعد فإذا ما أقبل فصام ستة من شوال فتحت له أبواب الجنان وكان في سنته بأكملها من أهل الصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر كان كمن صام السنة بأكملها كيف هذا شهر رمضان ثلاثين يوم في عشرة لأن الحسنة بعشرة أمثالها بثلاثمائة يوم وستة أيام من شوال في عشرة بستين إذن كأنه صام السنة بأكملها نعم هذا من كرم الله ربما يأكل ويشرب ويتنعم لكنه في سجلات الملائكة عند الله من عباده الصائمين لأنه تكرب إلى الله بتلك العبادة الجليلة بل هي علامة عظيمة على قبول رمضان لأن العلماء قالوا من علامات قبول الطاعة أن تتبعها بطاعة أخرى فإذا ما أطبعت صيام رمضان بست من شوال هذا من علامات قبول رمضان بل إن هذا يأخذ بيد العبد إلى الكمال لا إلى النقصان صعب أن يتعب العبد وأن يجد وأن يجتهد في شهر رمضان ثم يفسد ما قدم وما فعل هذا أمر نهان الله عنه في القرآن فقال تعالى ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة صناعة الغزل والنسج من أصعب ما تكون تحتاج إلى صبر وإلى مشقة وإلى تركيز تلك المرأة التي أتقانت غزلها ثم أخرجته بدلا من الانتفاع منه نقضته وأفسدته ثانية كذلك حال الذين يتقنون رمضان ويفعلون الكثير والكثير بالليل والنهار بصعوبة ومشقة ثم سرعان ما يفسدون ما فعلوا وما قدموا ولذلك يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم كونوا عبادا لله ربانيين لا رمضانيين كونوا كما قال تعالى لنبيه الكريم في قرآنه العظيم وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين أو الموت كونوا من أهل الاستقامة يأتيكم الفرج في وقت الكرب والندامة بالنسبة للغير في وقت الموت قال تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا داوموا على العبادة لا سيما بعض رمضان في شوال وفي غيره تتنزل عليهم الملائكة متى؟ في لحظات الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا لا تخف وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور الرحيم استقم على أمر الله تعالى واحضر عدوك اللدود فهو يسعى للانتقام في شوال وفي غيره كما قالت النبي صلى الله عليه وسلم أقسم إبليس قسما مغلظا فقال كما في الحديث الصحيح وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم فقال تعالى وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني أسأل الله العظيم أن يجعلنا من عباده الفائزين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين